من جديد شبح الكوارث المناخية يلوح لسكان جزيرة إسيكيا التي أعلنت الحكومة الإيطالية حالة الطوارئ فيها جراء انزلاق أرضي بسبب الأمطار الغزيرة أدى لمصرع وفقدان العشرات وفي أعقاب الانهيار الأرضي لا يزال أكثر من مئتي عنصر في الحماية المدنية وقوات الأمن يواصلون البحث عن نحو عشرة مفقودين بينما ينشغل مئات المتطوعين في إزالة أثار الانهيار الطني والصخور وفتح الطريق للوصول إلى المنازل والسيارات والمتاجر وزارة الحماية المدنية وفي إجراء لدعم منكبي الكارثة أعلنت تقصص أولى حزمة طوارئ بقيمة مليوني يورو في ختام اجتماع حكومي استثنائي لمواجهة تداعيات موجة التقص السيء التي تشهدها الجزيرة الدمار الذي شهدته الجزيرة الواقعة جنوب إيطاليا يأتي بعد أسابيع من مصرع أحد عشر شخصا بسبب تساقط أمطار غزيرة وفيضانات وسط شرق إيطاليا في تكرار لكوارثة تعيد إلى الأذهان أسوأ كارثة طبيعية تشهدها البلاد على مر تاريخها المعاصر جراء زلزال خلف نحو مئة ألف قتيل عام ألف وتسعمائة وثمانية بعد موجات تسونامي التي أسفرت عن تدمير عدد من المدن وأحدثت تغيرات في خارطة المنطقة وبسبب تكرار الكوارث الطبيعية التي تشهدها شبه جزيرة إيسيكيا غالبا ما يتم إعلان حالة الطوارئ في أعقاب زلزال أو انفجارات مركانية أو بسبب الأحوال القوية القاسية حيث تسمح هذه الحالة بإجراء سريع لتعبئة الأموال والموارد بما في ذلك تلك المخصصة للحماية المدنية من أجل التدخلات الطارئة ترجمة نانسي قنقر